أنا الآن في بداية الطوار لاستكمال مناسك العمرة عن الحاجة زهرية صالح جبارين أم عمار شفاها الله وعافاها اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا تغادر سقما بسم الله الله أكبر أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تشفيها اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم إني أسألك من عظيم لفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدها بالصحة والعافية إنك على كل شيء قدير اللهم أشفها شفاء ليس بعده سقم أبدا اللهم أخذ بيدها اللهم أحرسها بعينك التي لا تنام واكفها بركمك الذي لا يرام واحفظها بعزك الذي لا يضام واكلأها في الليل وفي النهار وارحمها بقدرتك عليها أنت ثقتها ورجاؤها يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين بسم الله أرقيها من كل شيء يؤذيها ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيها بسم الله أرقيها أسألك اللهم أن تشفيها لا ضر إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك ولا ابتلاء إلا ابتلاءك ولا معافات إلا معافاتك أنت الحي القيوم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أصحابه 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 أصحابه